حدثني أعقل المجانين عن دوكتور ستون أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حكاية الشاعر المجنون حيث نقول ما لا يقال ونقول الكلام الذي لو قيل من قبل لم يوصل حالنا لما هو عليه الآن في حلقة اليوم نقدم لكم أنمي غريبا بعض الشيء لكنه أنمي لطالما انتظرناه لماذا؟ لأنه فعلا مختلف عن كل أنميات التي رأيناها سابقا فهذا أنمي علمي حقيقي واقعي لدرجة ضخمة يرينا فيه عجائب العلم ومراحله ونتمنى في يوم من الأيام لو كان باستطاعتنا أن نقوم بما قام به المؤلف في هذا الأنمي وأن نختبر العلوم بهذه الطريقة التجربية تبدأ حكايتنا مع حادثة عجيبة غريبة حصلت على كوكب الأرض ففي يوم من الأيام سقط ضوء أخضر على كوكب الأرض لامس كل البشر عليها وأدى إلى تحجرهم وقد انهارت الحضارة بشكل كامل البشر المتحجرين لا يموتون بل يبقون في مرحلة التحجر على قيد الحياة هذه من العجائب فنحن لا نعرف ما هذا الضوء الأخضر لماذا أتى؟ ما هو تأثيره الحقيقي؟ من الذي صنعه؟ لماذا تحجرت البشرية جمعاء على كوكب الأرض؟ مما أدى إلى انهيار الحضارة بعد مضي ما لا يقل عن ثلاثة آلاف سنة من هذه الحادثة نذهب إلى شخصيتنا الرئيسية سينكو طالب في المدرسة لكنه عبقري كان والده في هذه الفترة رائد فضاء فخرج والده إلى الفضاء وحصلت هذه الكارثة فيعود الوالد إلى الأرض ويعيش حياة بدائية إلى أن يموت لكن سينكو يستيقظ وينفك تحجره بعد مضي آلاف السنوات فيستيقظ سينكو ويرى أنه كونه استيقظ وفك هذا الحصار يريد أن يعرف اللغز ما الذي أدى إلى تحجر البشرية وفي نفس الوقت كيف يمكنني أن أوقذ البشرية ويوقذ التحجر خصوصا أن على سينكو أن يستخدم كل العلوم التي يعرفها في حياته كونه فتن عبقري ومخترع في الوصول إلى المراحل تطور البشرية واجتيازها بأسرع فترة ممكنة فنمر مع حكاية سينكو على جميع العصور البشرية فنرى العصر الحجري والعصر الفلاذي والعصر البرونزي ونرى أيضا اكتشاف النفط ونرى أيضا اكتشاف صناعة زجاجية وصناعة السيدي وصناعة أول جهاز هاتف وصناعة واكتشاف الكهرباء واستخدامها وصناعة الأضواء وصناعة زجاجية كل هذا رأيناه بطريقة حقيقية وقعية من واقع تجربة سينكو فنرى أن في هذا الأنمي في مقدمته في كل مرة يخبرنا فريق العمل أن لا نجرب أي من هذه التجارب التي تظهر في هذا الأنمي لأنها واقعية وحقيقية لأول مرة أرى أنمي يحببني في العلوم إلى هذه الدرجة فنرى أننا ياريتنا درسنا بشكل أفضل هذه العلوم وياليت فعليا حصلنا على الفرصة لتجربة هذه العلوم على أرض الواقع لكن هناك أيضا سؤال فلسفي طرح في هذا الأنمي فنجد أن يترك المانجاكا الياباني حكايته بدون فلسفة فنجد هنا أنه أيقظ بعض من أصدقائه بعد أن وجد أن هناك كافة ما مادة تساعد على فك هذا التحجر وإيقاظ هذا الإنسان فنجد أن سينكو أيقظ صديقه كروم وإيقظ يزوريها إحدى أصدقائه لكن أيقظ شخصية أخرى تدعى سوكاسا الآن سوكاسا رجل قوي وهو محارب لكن لديه فكرة معينة وهو سؤال فلسفي جدار هل جميع البشر يستحقون أن يبقوا على قيد الحياة؟ هل سنعيد جميع البشر من التحجر؟ أم علينا أن نحطم هؤلاء البشر الذين لا يستحقون الحياة ونبقي فقط على الأخيار الذين يستحقون الحياة من أجل بناء حضارة جديدة تستحق الحياة فلدينا فكرة المدينة الفاضلة هل سنبني مدينتنا الفاضلة باختيار البشر الذين يعيشون فيها؟ أم لكل البشر الحق في أن يعيش في هذه المدينة الفاضلة؟ فنجد أن هناك مملكة خاصة بتسوكاسا كونه رجل قوي جدا أيقظ أصدقائه وأيقظ أناسا مختارين لينضموا إلى جماعته في نفس الوقت نرى أن سينكو يخالفه في الرأي ويقول أن مملكة العلم تدعم الجميع وأن مملكة العلم تقول أن على جميع البشر أن يعودوا إلى الحياة ويحصلوا على فرصة متكفئة في هذه الحياة فلا يحق لنا أن نحكم على أرواح الناس ونقرر ما يموتون أو يعيشون الفكرة في حد ذاتها مرعبة لأننا لطالما فكرنا في إقلال عدد البشر على سطح الأرض لطالما ظهرت فكرة أن هناك من يستحقون الحياة وهناك من لا يستحقونها فهناك فلسفة لكن نرى أن مملكة العلم لا تفرق بين البشر بشكل عام ونرى أن الجميع لديه الفرصة للتصرف بحرية والقتال التصرف بحرية والعيش والتجربة إذن المشكلة الأساسية هو في فريقين أحدهم يريد أن يحيي فقط بشر المعينين من أجل الوصول إلى نظام حياة معينة فيها من يستحق الحياة نظاما أقرب إلى الغابة أي أنك إن كنت قويا ستعيش وتستحق أن تعاد إلى الحياة لكن ماذا عن الخبرات فكانت وجد نظر سينكو أن هناك بعض الناس الذين لديهم مهارات معينة سواء في الملاحة أم في الطبخ أم في الصناعة أم في الزراعة ويجب إحيائهم لأنهم يحملون هذه العلوم وأن عليهم أن يكونوا متواجدين في هذه الحضارة من أجل بنائها فنشهد بناء حضارة كبيرة فنشهد صراعا بين سينكو وتسوكاسا على هذا الأمر ونجد أيضا أن هناك بشرا وجدوا بعيدا عن التحجر فنضم إليهم سينكو وعلمهم من علومه وعلمهم كيف يصنعون ويبنون وقامت عركة بين شارعة الغاب وبين مملكة العلم فكان صراعا جميلا جدا رأينا فيه كثيرا من الاختراعات والابتكارات لكن عادت بشكل بطيء ملامح الحياة البشرية والتكتلات أي أن البشري يتصرف على طبيعته في الكثير من الأوقات فيريد التفكير الجمعي ويريد الأصدقاء ويريد البناء ويريد الإعمار النقطة التي وصلنا إليها مؤخرا هو نقطة أن هناك من فعليا قام باستخدام ضوء الأخضر من أجل تحويل البشرية إلى حجر فمن ذاك البنجرم الذي قام بهذا الفعل الشنيع وصلت الضوء الأخضر على كوكب الأرض من أجل تحويل جميع البشر إلى حجارة وقام بتدمير الحضارة وإعادتهم إلى مرتبة الصفر حيث عليهم أن يصنعوا ويكتشفوا ويبنوا من جديد فيكونون على أرض خطراءة جديدة لا تشوبها شائبة ويبدأوا الإنسان في بناحة عليها فنحن موعدون بحرب علمية فلسفية بين سينكو قائد المملكة العلم وبين ذاك الرجل المجهول الذي استخدم الضوء الأخضر للسيطرة على الناس ولتحجيرهم مغامرة جديدة مثيرة رهيبة مرعبة فيها حماس فيها حكايات جميلة بحق لأننا نرى استخدام العلم في البحث والمغامرة وفي نفس الوقت استخدام الفلسفة أنمي مختلف بشكل كبير جداً لا يهمه إمتاعك بصرياً أو إمتاعك من ناحية المعارك بل إمتاعك من ناحية العلم وفائدته بحق فالكثير من الناس الذين يشكون في فائدة العلم ورديهم تسولاتهم كثيرة عنها أو لا يدركون حقيقة هذا العلم على ما هو عليه فهم يرون كل شيء عن طريق التطبيق الفعلي العملي الحقيقي مئة في المئة أنمي ممتع حكاية مشوقة الغزن لا نزال نريد أن نعرف حلها كلها تقع في يد مؤلف وضع العلوم كلها بين يديك بطريقة لا مثيلة لها نمتم أنتم وصدقائكم وأحبكم بخير وسلامة نحن نرى وقالا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة